وكفاء وسلام العباد الذين استطفى ربنا يديننا وراجع بنا اللهم اجعل مفتحة هدى لما غريق شرق اللهم اجعل مفتحة توحيه لما غريق شرق شرك آمين يا رب العالمين أما بعد السلام عليكم ورحمة النوم وبركاته الآن ننتقل للآية التالية من أول سورة الكهف يقول رب سبحانه وتعالى على المسان أهل الكامل علي المرضى هؤلاء يقاومونه احنا تبقى نعم معكم تبقى نفس الشيء هؤلاء يقاومونه او قاوم تونسي او قاوم مصر او قاوم اردني او قاوم يمني هؤلاء يقاومونه اعلى موجودية في يمن ولا نعم كيكي وصوص بعيد هل اختبقى راكم بلحق عليكم القاوم هؤلاء يقاومونه اتخذوا من دوني أهل التالية اه لاتكم اشي هتقلنا انت رجس بسولئه اللي يمقولونه ما يا ربي كلمة مش تحركهم ولا السكس اللي يهدت لكم ولا السوق بحيئ الشيطة كل مكان اللي كان فيه كان التطبيع والمعيق والهبرو وصول الاحوان نور سكس صوت كلهم تهدد تبقى منكم الدين بهذه الآلهة هؤلاء القومنا اتأخذوا من دون آلياتاً لو لا يعطون عليهم بالسلطان يعطينا الدليل إليكم جنس أو إليكم السلطان أو لا يسين من الشيطان لا يسين من الشيطان لا يسين من الشيطان لا تتقل لكم ولهذا لا إيمان عليكم ولا سياء ولا حسن يعني من التفين من كل مكة لا تفكر من ريس وخلطكم جن يريش حتى يتقلوا صنع ما يريش ولا تنتيش وخلطهم لا الحم لا بابا لا الحم لكن مليانين للعم هؤلاء يباكم بالجنس لا تقلوا العم وأنتم بالهم غرقية وقال أشوفوا جرقية اللي قادة تحضر لكم نهاية شلسة وقبيحة لهم قالوا اللي قادة يعني هؤلاء الكمون اتخذوا من دون حرياتاً ولا يأتون عليه من سلطان بيم مينه؟ ماذا؟ فمن اظلموا ممن افترعت الله يكلم انتم في شطارة كبيرة على الكلمة الرحمن يتلفقوا الى الكلمة الاسلام جاكامل وانتم شويتوها ومن افترعتوها من احتواه فوقعتم مرة في الشيطان اكثر متورطا والعياد بلا يسألهم الله السلام